هاي هي الأميرة بيانكا بنت مخطوفة من إمبراطور بيل وهو ملك بريطانيا العلمة يجي بيل عندها وأول ما تشوفه بيخفئ قلبها وبتركدله بسرعة وبتترجع يتزوجها بيعاد قبل شوي وبيقولها بس أنا ما بحبك وهنتي خطيبة لكن هي بقعت بحبه من أول لحظة وبتعرف إنه كذب بتواجهه فبيقولها على أقل هديك البنت مرشحة للزواج وهي اللادي يونغ تسألها بتحبها بيقولها والله ما بعرف فبيقوله إذن لسه في فرصة لعلي كمان فبيقولها معلش بس ليش حتزوجك شو بدي فيكي فبيقوله طالما إني أميرة فوالدي رح يقدر يعطيك كتير من الأراضي والدهب بيقولها معلش يعني بس أنا إمبراطور ومو مستني هيك شي بتحاول بيانكا ترقى بس حالفاضي خسرت قدامه طبعا بهالنقاش وفجأة بيانكا بتحتار هل لازم تصارحه وتخبره الحقيقة وراء السبب إصراره على زواجه بيان كنسة تصرخ وتقوله عم بحاول أنقذك لهيك بدي أتزوجك لو اتزوجت الليدي يونج رح تجيب ولد ساحر شرير ورح تنقتل على هيد ابنك بعمري الأربعين بس خايفة لأنه يمكن يتم التحقيق معها أو معاملتها كمجنونة بناء على هالمعلومات المستقبلية فبتقوله بلا مو أنا حلوة كتير فبيحكي لها ما بعرف وما رح أتزوج بدون حب طلطم هالمسكينة وهو بيضحك وبيستهزئ فيها وبيقولها على فكرة رح أرجعك لبيتك بمجرد ما نفتح الجسر بين منطقتنا ومنطقتكم وبنعرف أنه بيان كا عرفت هالأشياء لأنها كانت بتقرأ رواية وبعدها فجأة صارت فيها وليك عارفة أنه الشخصية اللي أخذتها رح تموت بعد خمس سنوات وهو رح يموت بعد عشرين سنة بيان كا كانت عم تقرأ وتجهز الرواية بالعالم الحقيقي وتأكدت مية بالمية إنها بعلم الرواية بعد أحدات كثيرة من بينهم لما أختها كانت تحتمي بنتها بريسني نفس أحدات الرواية بيان كا صارت بهالجسد قبل 8 شهور بالزبط بيوم فقت وشافت حالها بنت جميلة جدا ترخت بيان كا بصوت عالي وفادت أختها عليها بصدمة وانهارت لما سمعتهم بيحكوا لها أميرة وخدموا جمال ومال بس طبعا ردت فانها بتخلي أختها تعرف إنه في شي غلط وبتفكرها فقدت ذكرتها وبتنادي أمها وأبوها اللي بيبكوا عليها بتحس بيان كا بدفق العيلة وهو شي مع مراح حسد فيه وبتتساءل عن جد كيف وصلت لهون وطبعا تعرفوا كل بطلة مرهوة بتكون ماتت بحادث وفقدت بالرواية وهذا اللي صار مع بطلتنا تشعر بتعادة كبيرة للي صار وإنها ما ماتت وبتحس إنه هالأشياء مالوفة بس للصدمة بيقترب منها الشاب واسيم اسمه فرناندز وبيقولها أنا مرافقك من اليوم بوقتها بتنشالي بيانكا لأنه هالإسم ما سمعته غير مرة واحدة برواية قرأتها لبطل واسيم ولا تكمل المصيبة مو هي البطلة حتى بالرواية هي خالة البطلة اللي رح تيجي للعالم بعد ما تنخطف أختات ديزيفيا الحامل عند الإمبراطور وهالبنت ما فرحت إنها بدل ما تموت انتقلت لها العالم لأنه هالعالم صلع مصيبة مملكتها صغيرة وضعيفة ورح تموت كمان خمس سنين فالوضع يعني مو حلو كتير الرواية بتبلش بعد خطف أختها وبتحتوي ثلاث أبطال بالبداية والد بريسني وفارس مغوار والإمبراطور بيل والد برينسي بيموت بمعركة استرجاع زوجته ومرته لما تسمع الخبر تنهار وبتولد بريسني قابل وقتها وبتظل مخطوفة عشر سنوات ولكن لأنه ما بيتحسن الوضع بيتم إرجاع والدته وهي بس ابن بيل ديكارب كان صديق مقرب كتير مع بريسني ولهيك حقت على كل حدا بعضهم عن بعض حتى والده وبعد سنة بس أتله وقرر يحتوي دولة بريسني لا يسترجعها وبتحس بيانكا بالقرف والموص وبتتمنى لو كانت عم تحلم طبعا والد بيانكا هو اللي سبب كل هالمصائب من طمعه واستفزازه لدولة أكبر منه ولهيك بتكون بيانكا خايفة كتير لأن الأحداث عم تسري بدون ما تقدر تمنعهم وبتشعر أختها عليها فتسألها وبتقولها إنه معها بأي شي مسعشها وبوقتها بتقرر بيانكا تعمل خطة بديلة لا تمنع اختطاف أختها على الأقل وبتحاول تتذكر الوقت اللي بتهاجمهم دولة باجت فيه ولكن على الفاضي تقعد معرفقة طبولتها سيجي اللي بيضال يتمسخل عليها ويحكي إنها ممسؤولة ولهيك بتطلب منه يساعدها بالوقت اللي رح تحتاجه وبييجي للأسر بالوقت المحدد وبالرغم من إنه ما بيفهمها إلا إنه أكيد رح ينفزه لبداية وفجأة وهي عم بتخطط وتفكر بتلاقي بيل فوق راسها يحملها وبيقتل كم جندي قدامه وبتلاقي حالها انخطفت بدل أختها صدمة كبيرة صح؟ كما بدأت تمنع خطف أختها بس أكيد ما بدأت انخطف بدلها بتسرخ بيانكا وبتطلب منه ينزلها بس أكيد ما بيقبل وبيحطها على الحصان وبيركط هو وجميع قواته وفجأة بتلاقي حالها قدام بوابة سحرية بيفوتوا منها وبيطلعوا لمملكتهم ولما بتفيق بتنصدم وبتشرب ألم كبير جدا بشكل مفاجئ بتسرخ لطلب المساعدة ولما بيمسك الأمير إيدها بيختفي كل الألم وبعد كل هالصدمة لما ذهدى بتقول لبيل هاي أول مرة بشوف هيك شي وبحث بهيك ألم وبتبلش تبكي على حظها الزف اللي جابها لهون بس بنفس الوقت هي طائرة بوثامته بيحملها بيل وبيسأرها ليش عم تبكي وبيحكي لها ما كنت بعرف إنك حساسة اتجاه السحر هل أنت بالعادة هيك ولا هي أول مرة بتسير معك فبتطلع في هيك وبتقول له السحر شو يا ابني أنا معاولي جربت السحر بينزدم بيل وبيطلع على العجوز السحر وبيقول له شو عملت بالبنة صارت غبية فبيحكي له هي بس حساسة للسحر لا تقلق ولأنه وضعها مثل هيك بيقرر بيل ما يستخدم السحر جانبها برة تانية ولا يفوتوا بالبواب السحرية ويكملوا طريقهم للعاصمة على الخيل بيساعدها لتقوم وبتتذكر إنه سجن أختها عشر سنين وبتسأله إذا رح يبقيها عنده لوقت طويل وللأسف بيقولها لغاية ما تنتهي المفاوضات لبناء الجزر بس بوعدك ترتاح بأصري وكأنه أصريك وبيتك بس بتتذكر إنها ما بتعرف اسمه الأول فبتقوله بكل غرابة بابا بيطلع فيها بصدمة وبقلوا بيقول شو مالها الغبية فبتحكي له ذكرني باسمك وبيقولها راتيان بلغوت وبتعرفه على حالها وبتقوله إنها رح يضال تحت حمايته ولما بيكونوا سوا على الخيل بتشعر بتوتر من قريبوا منها بس نأثوا إنه لوسيل السحر بيستخدم سحره لإسعال النار ومرة تانية بتتواجع بيانك كتير وبتوقع على الأرض وبتطيب من لمسة واحدة من بال بتتساءل شو السبب ونفس الشي بال وبيسأل لوسيل اللي بيقول إنه جسدها ضعيف ضد المانا ومو متعود على وجودها لأنه ما في بمملكتهم إلا سحر قليل جدا بسبب الحماية بترزع بيانكا تبكي على حظها السيء اللي وصلها لهن يعني عاشت من مكان لا تموت بالمكان التاني بس إنه الكل عم بيعاني بسببها تخطر لها فكرة وبتطلب من بال يضربها على رأسها لا تفئل الوعي وهيك بيقدروا يعبروا البوابة بخير بس بيل بيرفض بتحاول تقنعه وتقوله إنه في جنود مجروحين والوضع سيء رح يكون بالنسبة لإلهم بس عبث بيل مركز إنها تضل بخير وسلامة ومن اللي قطافته طيبته بتقدر تصدق إنه ابنه رح يقتله بياد وسوا وبالضال بيانكا قريبة من بيل لحتى تضل بخير وبعيدة عن الساحر ميت متر بيثقل بيل إذا في علاج لإلها لكن الساحر بيقوله للأسف لا وعلى الأغلب اللي مثلها ما بيعيشوا بهيك مكان أكتر من خمس سنوات وبيموتوا تنصدم بيانكا وبتقوله بليز لا ما بدي أموت بس الساحر بيقولها حالتك نادرة ولهيك ما بعرف بس دولتنا فيها مانا بشكل كبير ولهيك موتك وارد وإنه هالة بيل المقدسة هي السبب اللي بيخليها تشعر بالراحة والسلام جنبه لأنه أقوى من المانا بيسألوها إذا أهلها قاموا بتعميدها أول ما نولدت وبتتوقع أنها شي صار طالما أنهم مملكة متدينة بيقولها لوسيال إذا نرتاحي فأنت محمية وما رح يسيبك أي شي وبيشعروا بالطمأنينة بس الحقيقة اللي بتعرفها بيانكا وبس هي لأنها من عالم تاني فروحها ما عم تتقبل قوة السحر والمعرب على العالم وراح تموت ولهيك رح تحط خطة جديدة وهي إنها تبقى قرب الإمبراطور ليحميها من المانا وما تسمح بموته لحده تبقى على قيد الحياة وبعد تفكير طويل لا تمنعه يموت وتبقى جنبه بتقرر تتزوجه ولهيك فجأة أو تفنوير بتقوله شو رأيك تتزوجني أنت إمبراطور واسيم وأنا أميرة حلوة وراح نكون قصة العصر وهو طبعا مصدومة بكلامها تشعر بإحراج كبير وبتحسنها خربت فرصتها خصوصا أنه مصله غير يوم بيعرفها وخاطفها وبيكره أبوها وبدأ تزر منه وبتقوله إنسان اللي قلته وبتتذكر الرواية واللي رح يصير في ديكارب ابن بيل من والدته اللي بتعلمه أخضر أنواع السحر وبتحطهم فيه بس لا تستخدمه وبتتسأل وإنت رح تبلش أحداث الكارثة ولايك بتسأل الإمبراطور إذا هو متزوج أو لا فبيحكي لها لا وبما أن أختها باقي لها شهرين وبتخلي في برينسي فديكارب تقريبا رح يكون بعمر متقارب منها وبالتالي مو باقي غير ثلث شهور معها ولما بيوصلوا للمملكة بتتفاجأ من كبرها وبيغطيها بيل لأنه رح تنكشف لو شافوا أهل المدينة عيونها وتحضر تمصيبة وبتقرر خلص أنه كل الطريق بسهل زواجهم هو بوطي ملاطف وقوي وغني يعني كل استفاد فيه كامل مكمل بس لما بتنزل من على الفرس بتلاقي يونج إيجاد وضمته وقالة إنها اجتاقت له طبعا تنصدم بيانكا لما تشوفها وبتحتار إذا هم مخطوبين أو لسه بس معاملة بيل باردة محا جدا وبيطلب منها تغادر حتى بوقتها ضع تي يونج نظرة مرع بالا بيانكا وفجأة بتحس السحر انتشر حواليها وبكلمة واحدة بتوقعها لتأخذ بالا إلها وتتطمن عليه براحتها وفجأة تشعر بيانكا بأيدان من تحت الأرض عم تسحبها لتحت وتخنقها وبتحس إنها رح تموت بيركد بيلة عندها وبيضمها فبتشعر بتحسن وبتحكي يونج ما عرفتوني مين هالبنت الميتة وبتعرف بيانكا إنه يونج حاولت تقتلها باستخدام السحر الأسود بيحملها الإمبراطور وبيدخلها لجوا وبيسألها ليش كانت عم تمثل مثل هيك فبتعترف لقرها خايفة من يونج وبتفكر إنه ما بيعرف باستخدام السحر لكنها أفضل ساحرة بالمملكة بعد لوسيل وسحرها مرعب وبتتساءل لو بعرف عن استخدامها للسحر الأسود المحرم وبيقولها بيل يمكن تأثرت من قوة المعنى خاصتها يعني ما بيعرفت بإنها حاولت تقتلها بس بنفس الوقت بيوثق فيها كتير بتقرر تعترف له بمحاولة القتل اللي صارت بس بتتراجع كيف رح تثبت هالشي فبيقولها طالما إنك خايفة منها رح أخبرها تضل بعيد عنك وما تتصرف معك بأي شكل ولما بتوصل لقصرها بتنزحر لأنه معمولة بنفس شكل أسرة بدولتها لحتى ما تخسب الغربة بيوصلها للقصر وبيتطمن عليها وبقولها بس ملاهظة سمعتك بتناديني بابا يع لا هيك عم تحكي لي ما عندي ولاد ولا كبير بالعمر فبتقول له حاضر ما رح أرجع أناديك بها الشكل بيحكي لها رح تتم معاملتك كضيفة ومو كأسيرة وبتكون كل دقيقة تغرم فيه وبشكله أكثر المهم تمسكه وبتقول له هل رح تتزوج يونغ عن جاد فبيقولها على الأغلب لأنها شخص جيد طبعا معارفة مصيبتها وبتقول بعائلها هي ساحرة شريرة رح تخلي ابنك يؤتلك بس بالنسبة لإله من برا هي ساحرة عم بتساعد بزيارة المملكة أما أنا مجرد أميرة نكيرة وبتقرر إنه لازم تخلي يوثق فيها أكثر تمسك إيده وبيمسكها هو كمان وبيسألها لشو عم بتحاول توصل فبتقول له لو كان عندي مشاعر اتجاهك هل برضو رح تتزوج يونغ فبيقولها ما لازم تحكي هيك لأي زنمي بحياتك وما لازم تحاولي تاخد عيني ولازم أطلع هلأ ارتاح بأصرك وفكري بتصرفاتك بتنهدم هذي منك رأ بس بتقرر تستخدم جمالها لإيقاعه بيغادر وبيكون عم بتطلع عليه من الشباك وبيحث بنظاراته عم تخترقه وبيقول إنها بنت لطيفة كتير وغريبة وعندها حضور حلو وإنه سعيد لأنه خطفوها وأكيد ما بدو يئزيها أبدا وخطفها كان مجرد رسالة تحذيرية لمملكتها لحتى يلتزموا بالقوانين ولكن ما قام بالهجوم الشديد والقوي لحتى مايري أي أطر الدم بيرجع لغرفته وبيطلب من مساعده يخلو المانا بمساحة 500 متر لحتى نضال بيانكا بخير وبيضون واجعوا عايشة وبيحث المساعد عليه بالرقة الغريبة أما لم يصيبه فبيل بيفكر بيانكا اتظاهرت بالألم قدام يونج لحتى يحملها وبيحكي أنه رح تكون في مغامرات بالضحك بين هالتنتين وبيقرر كمان بغرابة منع دخول يونج للأصر هالفترة وبيخاف بيلك أنه يخبرها بهيك شي ولكن بيل رح ينضم على هالقرار بتفيق بيانكا بعد يوم كامل من النوم وبتتقدم خملة تهتم فيها وتساعدها وبتخبرها أنه ما فيه معنى بهالمنطقة لحمايتها وبتاخدها لتتعرف على المكان وبتحس أنها رهينة ما فيها تطلع منها النطاق أبدا لكن الخادمة بتقولها في حال حبيت تغادري بيك ترسلي رسالة للأمبراطور ورح يساعدك فبتشعر بالسعادة وبتقرر بسرعة تغادر لحتى يجي الأمبراطور ويأخدها فكرتم تفضيلها لكنها بتتفاجأ بشاب اسمه راول من المعبد ولا الأمبراطور يحميها تشعر بالإحباط بس بتتذكر أنه راول كان شخص جيد بالرواية وبتغادر معه بيأخدها راول بجولة حول المكان وبيعرفها على الأسر والمناطق اللي حوله وبتعرف منه أنه هالحديقة اليوم فيها بيتم إقامة حفلة شاي مع يونج وهي الوحيدة اللي مسموح لها تكون مع سيارته وأنها مرشحة من خمس سنوات لا تكون زوجته وعلى الأغلب راحت تم خطبتهم هالسنة تنصاب بخيبة أمل وبيخبرها أنه ما تبقى الإمبراطور يحبها بس الأكيد أنهم شركاء مناسبين لبعض لأنه وجودها رح يدعم الإمبراطورية أكتر طبعاً عم يحكي عن يونج وبيقولها أنه قصر الإمبراطور أكتر أصر فيه مانا وطاقة كبيرة وبالتالي رح يأثر عليها كتير لو فاتت فيه وما بعرف كيف بس لسه بدها تحاول توصل للإمبراطور هي أنها تستنى بالحديقة المركزية وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الأول من حكاية بيانكا لو عجبتكم وبدكم نكمل القسم الثاني أعطونا دعم خيالي لأنه زعلانيني شوي من الدعم اللي عم بنشوفه على المقاطع بنشوفكم ملخص جيد ولوقتها تهيونا را